اشتركوا في القناة من سعود الحليبي ان شاء الله اليوم رح نتطرق الى اقسام بسيطة جدا في فكرة عامة عن الخلية طبعا هناك نوعان من الخلايا تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة وسيطة عن الخلايا ورح نذكر اول قسم من قسم الخلايا الحين ان شاء الله اول قسم هو خلايا غير حقيقية غير مميزة النواة والقسم الثاني هو خلايا حقيقية مميزة النواة طبعا الخلايا الغير حقيقية غير مميزة النواة مثل البكتيريا وهي خلايا وحيدة غير مميزة النواة والمادة الوراثية الدي ان اي في هذه الخلايا على شكل خيط منفرد دائري طبعا الدي ان اي يوجد في سيتو بلازمة وغير محاط بقشاء نواوي كما تتميز هذه الخلايا بان بها قليل جدا من العضيات الخلاوية وهذه الخلايا ليست طبعا محل درستنا حاليا ونحن نتطرق عليه فيها في الدروس القادمة طبعا خلية البكتيريا مكبرة لعدة الاف من المرات تحتاج نكبر عشان نشوف الدي ان اي الموجود المحاط بقشاء النووي طبعا موجودة في مخلوقات كثيرة هذه نوع من الخلايا اغلابها المخلوقات الدقيقة المجهرية الى هنا انتهى الدرس اتمنى انكم فهمته شيء مبسط جدا عن الخلايا غير مميزة النواة وان شاء الله نشوفكم في درس قادم كان اماكم الباحث خالد بن سعود الحليبي